بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالاً لحديثنا عن أنواع المعارف وأقسامها في اللغة العربية بعد أن انتهينا من الحديث عن العلم وأقسامه سواء أكان علماً جنسياً أو علماً شخصياً نكمل اليوم مع النوع الثاني النوع التالي من أنواع المعارف وهو النوع الثالث وهو أسماء الإشارة أسماء الإشارة ما تعريف اسم الإشارة هو اسم يبين مسماه بإشارة حسية أو معنوية اسم يحدد ويعين مسمى بإشارة قد تكون حسية وقد تكون معنوية فالإشارة الحسية وهي الغالب تقول هذا كتاب مفيد في يد أو قريب مني كتاب أو في يدي كتاب أقول هذا كتاب مفيد أشير إليه هذه إشارة حسية أشرت إليه بإصبعي بيدي هذه إشارة حسية ومثال الإشارة المعنوية تقول هذا رأي صائب لماذا قلنا هذه إشارة معنوية لأن كلمة الرأي ليست الرأي هذا شيء معنوي وليس شيئا مديا أراه وأحس به فأشرت إليه تسمى هذه الإشارة إشارة معنوية وأسماء الإشارة باعتبار المشار إليه قسمان أساسيان أسماء الإشارة باعتبار المشار إليه الأشخاص فنقول باعتبار أسماء الإشارة انقسم إلى ما يلاحظ فيه الإفراد والتذكير وفروعها والنوع الثاني ما يلاحظ فيه المشار باعتبار قربه وبعده سواء كان أشخاصا أم أماكن يبقى المشار إليه أو أسماء الإشارة باعتبار المشار إليه إما من ناحية الإفراد والتذكير وإما من ناحية القرب والبعد أشخاصا أو أماكن أشخاصا أو أماكن نقول باعتبار القرب والبعد سواء كان أشخاصا أو أماكن طيب أسماء الإشارة باعتبار المشار باعتبار الإفراد والتذكير خمسة أنواع فقد يكون المشار إليه مفردا مذكرا وله إسم إشارة واحد وهو ذا وتزاد عليه كثيرا ها التنبيهية تقول هذا تاجر أمين ويشار للمفردة المؤنثة بعشرة ألفاظ خمسة مبدوئة بالذال هي ذي والذه وذه بكسرة خفيفة وذه بكسرة مع إشباع الكسرة نوعا ما وذات يبقى ذي وذه وذه وذات وإيه وذات وكذلك هنا في ذي بإشباع الكسرة طيب قد تكون وإنها خمسة مبدوئة بالتاء هي تي وتاه وته 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 بإشباع بإشباع ألها يبقى الأكثر استخداما في العصر الحديث للمذكر هذا له اسم واحد وهذه وبعض بلاد المغرب العرب المؤنثة هذه وتستخدم كثيرا في بلاد المغرب العربية يقول تي للمفردة المؤنثة أما في المشرق يقولون كثيرا هذه ما يشار به اسم الأشارة للمثنى المذكر لفظ واحد وهو ذان رفعا وذين نصبا وجرا أو هذان أو هذين يستخدمان في اللغة المعاصرة هذان أو هذين كثيرا بهاء التنبيه أما للمثنى المؤنث فتقول تان وتين رفعا كما ذان هناك في المثنى المذكر رفعا وذين في النصب والجر كذلك للمؤنثتان رفعا وتين نصبا وجرا أو ما تستخدم كثيرا في اللغة المعاصرة هاتان أو هاتين بهاء التنبيه رفعا ونصبا وجرا هاتان رفعا وهاتين نصبا وجرا والأسماء المنصولة كلها كلها مبنية ما عدى هذا وهتان يعربان إعراب وإعربان أعراب المثنى تعرب إعراب ماذا المثنى اسماء الإشارة جميعها جميعها مبنية ما عدى ما ينشار به إلى جمع المذكر والمؤنث معا سويا اسما واحدا وهي لفظة أولى أو هؤلاء تستخدم كثيرا هؤلاء في اللغة العربية المعاصرة وقد تستخدم أولى مقصورة وهي لغة البني تميم أو التميمين في شرق الجزيرة العربية أما أولى وهؤلاء فهي لغة الحجاز وكثيرا ما ذكرت في القرآن الكريم وهي التي ورد في القرآن الكريم هؤلاء كقول الله تعالى قال قول الله تعالى هأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا وقال قولك هؤلاء الطلاب يحبون العلم فبهذا ننتهي من المحاضرة الأولى في أسماء الإشارة باعتبار المشاري إليه ثم ننتقل إلى المحاضرة التالية إن شاء الله تعالى باعتبار القرب والبعد أشخاص أو أماكن فإلى اللقاء